موسيقى السلام عليكم دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على موضوع جديد اسمه multiple subsystems كنا تكلمنا عليه قبل كده واخدنا مقدمة له في الblock diagram هو دلوقتي هنكمله لان ده موضوع مكمل للموضوع بتاع الblock diagram reduction وازاي منه احصل على الoverall transfer function هنتكلم ان شاء الله على مقدمة للموضوع بتاعنا هنتكلم على الblock diagrams بسرعة كده وازاي اعمل لها conversion للsignal flowgram اللي منها هتلع الoverall transfer function هنتكلم باستفادة على السignal philograph واللي منها هقدر اطلع استخدم الماسونز رول او الماسونز جين فورمولا عشان اطلع ما يسمى بيه الoverall transfer function هلنا دلوقتي نتكلم على مقدمة بنقول ان معظم الcomplicated system معظم الcomplicated systems بمثلها ب الblock diagram وبلاقي ان الblock diagram ده بيتكون من مجموعة كبيرة جدا جدا من ال inter connection من ال subsystem وبالتالي في الشابتر بتاعنا ده هنلاقي ان multiple subsystem بمثلها بطريقتين طريقة اخدناها قبل كده كنا سمناها الblock diagram والطريقة التانية هي ان شاء الله اللي هنتكلم عليها باستفادة النهاردة هي signal philograph وبعد كده هنتكلم على signal philograph وهنقول في signal philograph هنلاقي ان اي transfer function هي عبارة عن line بمثلها بخط او branch او بسميها transmittance او بسميها gain وهنلاقي ان ال variables او signal بتاعتنا بمثلها ب small circular nodes ال signals دي ممكن تكون زي summing point ممكن تكون هي ال input ممكن تكون هنا ال output ممكن تكون pinch of point بيكون لها بمثلها ب ايه ب variables احنا بنسميها signals و احنا بنسميها بقى nodes او بسميها ايه بمثلها ب small circular nodes ال objective بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هي ان احنا نعمل reduce ل block diagram of multiple subsystem to single block representing the transfer function from the input to the output انا اخذنا قبل كده ازاي نمنميز block diagram representation عشان اقدر اطلع over all transfer function فدي هنور عليها بسرعة مش هندرسها باستفادة النهاردة لكن وظيفتنا النهاردة ان احنا نconvert block diagram ل signal philograph ده وظيفتنا او شغلنا الشاغل النهاردة ان شاء الله بعد كده من signal philograph ازاي طلع overall transfer function بتاع system كبير بقى اللي هو بيحتوى على multiple subsystems باستخدام ما يسمى الميسون the gain formula او الميسون زرول وفيه كمان حتة هناخدها ان شاء الله ازاي امثل status best model اللي احنا اخذناها قبل كده عن طريق signal philograph لان احنا النهاردة هندرس باستفادة ما هي signal philograph وهيشوف ازاي عن طريق البلوك دياجرام احصل على signal philograph ده تبقى احد الطرق البديلة للبلوك دياجرام reduction لان من خلالها اللي هي signal philograph يعني هقدر اطلع overall transfer function عن طريق ما يسمى الميسون زرول formula وهيشوف برضو ازاي من signal philograph اقدر اطلع status base model او status base representation اللي هي معادلة state ومعادلة output اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده بس المرة دي هتبقى عن طريق مين عن طريق signal philograph ناخد بالنا احنا ليه اصلا رحنا لل signal philograph الناس لما تعاملوا مع الانظمة المعقدة لو ان تمثيل هذه الانظمة باستردام البلوك دياجرام هيكون صعب جدا ليه لان الانظمة دي بتتكون من sub system زكتيرة اللي احنا سمناها قبل كده المينور loops وبالتالي قال لك احنا لازم نشوف حال الانظمة المعقدة دي كان الحل هو signal philograph عن طريق اننا نحول البلوك دياجرام ل signal philograph وحيشوف دلوقتي ايه هي signal philograph احنا خدنا نبزة عنها اللي فيها بمثل الترانسفير function اللي قدام دي في system بحاجة اسمها branch او line او transmittance او gain كلهم بنفس المعنى وفيها بمثل variables او signal بتاعتي بحاجة اسمها nodes او small circular diagram وبعد كده هطبق بما يسمى الميسونز gain formula او الميسونز formula عشان اقدر اجيب الالاقة بين ال input او ال input ال 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 over all transfer function بتاعي السيستم بتاعي كانت دلوقتي نقول مقدمة احنا عارفينها من قبل كده لكن لابد ان احنا نتعرض لها عشان هنحتاجها كتير جدا في signal philogram بنقول لو انا عندي system بالشكل ده السيستم ده مقوى من مجموعة من السب systems اللي هي g1 of s g2 of s g3 of s وال input الداخل اللي هنا وال output هاخدو في الناحية الثانية هنا وبالتالي لو انا احصل على over all transfer function بتاع السيستم ده ما هي transfer function يعني نقع بين output ms ل c capital of s و input ms اللي هو r capital of s وبالتالي لما قوله اصلا c capital هي عبارة عن ايه c capital هي مضروب في جميع transfer functions اللي موجود عندي g1 of s g2 of s g3 of s وبالتالي هاسم الطرفين على r of s هلاقي c capital of s على r capital of s بتساوي g1 of s into g2 of s into g3 of s لو انت عايز تقسمها المجموعة من السب systems السغيرة تسام مسلا ده الخرج الاولاني هو عبارة عن r اللي داخل مضروبها في transfer function بتاعته ولو خط ده اسا input لل system اللي جاي ده وسمت الخرج ده x one هيبقى عبارة عن input اللي داخل ده لما ضربه في transfer function g2 of s وبالتالي هيقدر اطلع c مثلا of s زي ما قلت لك هي عبارة عن r of s function عبارة عن g1 of s g2 of s into g3 of s من ذا كان open loop control system بعد كده لو انا عندي parallel form او system متوصل m parallel يعني m parallel عندي كل block diagram ال input داخل لها at time r of s داخل على g1 of s وعلى g2 of s وعلى g3 of s at time وخرج كلهم بجمعه على summer وبطلع منه output والتالي الخرجة عند النقطة دي هو عبارة عن input مضروف في transfer function g1 of s والخرجة عند النقطة هو عبارة عن input مضروف في transfer function g2 of s والخرجة عند نقطة دي هو عبارة عن input مضروف transfer function g3 of s والتالي هجمعهم كلهم على بعض ايا كانت الاشارة بتاعتهم بالمجب او بالسالب عشان يديني الخارج بتاعتهم. و عشان طلع الترانسفير فانكشن هقسم يبقى لو سيستم متوصل وعايز احصل على الترانسفير فونكشن للسيستم ده هلقاها هي عبارة عن ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده طيب بالنسبة بقى للفيدباك اللي احنا كنا اخدناه قبل كده لو انا عندي سيستم متوصل بطريقة الفيدباك زي ما احنا شايفين كده سواء كان السيستم اللي فوق ده او سواء كان السيستم اللي تحت ده هي مش فارقة معايا بحاجة هو لغ كونسيبت كنا اخدناه قبل كده وقالنا احنا ازاي ما نقدر نحسبه كنا بنقول لو انا عندي اي سيستم او اي كونترول سيستم متوصل برضا راح سيب الترانسفير فونكشن للوغ عن طريق ما انا بقول هو عبارة عن الاوب اللوب على واحد زائد الكلوس ده طبعا هنا كان الفيدباك مينس بلاس فبالتالي اللي بود احكس الاشارة هنا واحد بلاس مينس لان احنا بنقول لو اناOT احنا هنا الاشارة سالب الاشارة هنا في القانون موجب لو انا عندي في الفيدباك الاشارة موجبا هلاقي في القانون هنا الاشارة الايى funcion وبالتالي لو كان ال fees быстр هلاقي في القانون بتاعي اللي هو Ge of s او flipped يوب على واحد زائد الكلوس دلوه. فاخد الاشارة هنا بالعكس. فلو في السيستم كانت سالب فاخد هنا موجب. ولو في السيستم كانت موجب فاخد هنا سالب. عشان كده الاشارة دي عند كتسالب موجب. عند القانون هنا في الترانسفير فونكشن خدناها موجب سالب. فدي ما حدودك صح? هو قصد بقى كده. لان في الحالة انا باخد عكس الاشارة بالنسبة ليه اوانا بحسب الترانسفير فونكشن هنا يعني. نفس الشيء. لما لعندي بالشكل ده. برضو الترانسفير فونكشن بتاعتها تبع عبارة عن على واحد زائد الكلوس دلوه. يعني بالشكل ده. هلاقي نفس الحكاية. سي كابتل اف اس على ار. كابتل اف اس هي عبارة عن جي وان جي تو جي سري اوبر واحد بلاس ماينس برضو. جي وان جي تو جي سري جي تو اتش اي اتش اي اتش وال. وبالتالي القانون ده اللي احنا اخبناه قبل كده وثبتناه وثبتناه ان الترانسفير هي عبارة عن على واحد زائد الاي. على واحد زائد القلوس دلوه. قال لي خد بالك. الحتة ديت اخدناها قبل كده. وقلنا لو انا عندي سواء كنت بتعامل مع تيكوف بوينت او بتعامل مع السامنج بوينت. وعايز اطلع السامنج بوينت قدام او احرقها وراء البلوب دياجرام. قال لك خد بالك. البلوب دياجرام من غير مغير فيها. يعني ازاي? لو انا عندي سيسنن بالشكل ده. وعندي كان الامبوت سيجنال دخلة بالشكل ده. وعندي سيجنال تانية جايلي كده. ما ايا كانت شكلها عامل ازاي. وفي الاخير ده خليل على جي كامتال اوف اس وبطلع الخارجي سي كامتال اوف اس. في الاخير. سي كامتال اوف اس عبارة عن مين? عبارة عن اللي جاي هنا. مضروف في الترانسفير فونشن صح? حلو. اللي جاي هنا عبارة عن مين? عبارة عن ار كابتال اوف اس بلو اس اور ماينس. اللي هي ماينس اور بلس يعني. افسي كامتال اوف اس. هتنضرب في دي عشان تديني. حلو جد. وبالتالي. لو انا جيت حربت السامنج بوينت قدام البلوب دياجرام بالشكل ده. لابد افضل محافز على الخارجي اللي هو اسي كامتال اوف اس. يكون هو عبارة عن مين? هو عبارة عن ار اوف اس ماينس بلس افسي كامتال اوف اس لما اضربه فيه. تب خد بالك بقى. في الحالة دي سي كامتال اوف اس بتي عبارة عن مين? ار اوف اس في جي كامتال اوف اس. كويس جدا. لابد اللي جيلها من هنا يكون عبارة عن من برضو? لابد اللي جيلها من هنا يكون عبارة عن اكس كامتال اوف اس في جي كامتال اوف اس. ليه? عشان لما ناخد جي كامتال اوف اس مضروف في جي ما خلش بالإيه؟ ما خلش بالمعنى عشان ما خلش بالمعنى بتاعي طيب برضو لو انا عند السيستم كان متوصل بالشكل اللي هو قدام ده أر كابتال أوف اس دخل على جي كابتال أوف اس وحتدخل على كمباراتور وبعدها كده تجيل السيجنال اكس كابتال أوف اس يبقى اكس كابتال أوف اس منفصلة والتالي لما اجي حركها هنا بالشكل ده خد بالك بقى في الحالة دي في الحالة دي كانت سيكي عبارة عن ميل هي عبارة عن ار في جي بلاص ال اكس صح؟ حلو لما انا جيت حركت السامنجبونت القدام المفروضة اللي هيحصل بقى هلاقي الدينة تغيرت شوية هلاقي ان ار هتدخل على السامنجبونت صح؟ كويس جدا والاكس هي كمان هتدخل معاها بس انا عايز احافظ ان الخارج السي يكون عبارة عن ميل ار في جي زائد الاكس الوحدها صح؟ ايوة يبقى اعمل ايه؟ لابد لابد لان الخارج الخارج بتاع السامنجبونت اللي هو هيبقى الدخل هنا هيروح ينضرب في جي كمانتل او ف اس فلعايز افضل محافظ على كمانة السيزم هيه هفضل محافظ عليها ازاي؟ عن طريق ان انا اضرب هنا في واحد على جي او ف اس ليه؟ لان لما اخذ ار و ف اس زائد واحد على جي او ف اس في اكس او ف اس واضرب توتال بتاع الناتك هنا نقوم بعمل رفعua باشا او اس بجي اوف اس زائد اكس اوف اس الوحدة وبالتالي انا فضلت محافظ على الخارج زي ما هو ما غيرتش فيه مغيرتش في حاجة وده اللي انا عايز عمله قال لي اهو لو انا اه عندي مثال بيقول لي حاجات دي كون احنا اخدناها قبل كده وتعودنا عليها لكن مافيش مشكلة اطلاقا ان احنا نجحها مع بعض لو احنا بصنا للسيستم بالشكل ده. مش هنربصنا للسيستم ده. لو السيستم السعار ده ده مينور لوب? اه مينور لوب. هو جي تو في جي سري وفيدباك معهم اتش وان اوف اس. حلوة ضدك. مش هنا اقدر تطلع الترانسفير فونكشن للسيستم ده. وشير السيستم ده كله وعود عنا ببلوك واحد? اه اقدر. زي ما اخدنا قبل كده. ده عبارة عن فيدباك سيستم. هو عبارة عن الاوب اليو. اللي هو جي تو اوف اس في جي سري اوف اس. على واحد زائد الكلوز ده. الل هو واحد زائد جي تو اوف اس دي سري اوف اس ان تو اتش وال اوف اس. وطلع الترتانسفير فونكشن بتاعي السيستم بتاقي MIT ده. ده نفسه. هشيله كله وحط مكانو بلوك واحد. وهيبقى برضه هو عبارة عن مع ايتش و هعمل مع اих Erfahrung وكله عبارة عن ترانسفير فونكشن وفيدباك معه اتش سالي و ه هقدر عمل معه نفسها الخليو. اطلع ترانسفير فونكشن بتاعه السيستم ده. اه هو اخده بالشكل اللي هو احنا شايفينه ده قال لي ده جي تو جي سري والله الاتنين متوصلين ان سيريس مافيش مشكلة خالص هال الاتنين هاوصلهم ان سيريس وفيد باك مع اتش وان وايس جدا يبقى انا اقدر برضو اه اخدهم كلهم مع بعض هنا هو فكر تفكير تاني غير ان احنا فكرنا فيه مافيش مشكلة خالص طواما الكلهم زي بعض مافيش اي مشكلة اطلاقا فهاخد جي تو و جي سري احطهم الاتنين في بلوك واحد واوصلهم برضو معهم فيد باك اتش واحد و اتش اتنين و اتش تلاتة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هو هنا قال لك بدل ما تاخد ده ساب سيستم والخارج بتاعه تاخده كسب سيستم مع اتش تو فيد باك والخارج بتاعهم تاخده كسب سيستم مع اتش سري انا ممكن ادخل دول كلهم على سامن جي بونت واحدة بحكم ان مافيش ترانسفير فانكشن ما بينهم فالجيم بتاعه واحد فانا قدر ادخل الكل الخارج بتاع اتش وان و اتش تو و اتش سري على نفس السامن جي بونت وبالتالي انا اقدر اوصل الاتنين دول ان سيريز زي بهم كده فاخدهم الاتنين ده رفوا في بعض و اتش وان و اتش تو و اتش سري هبمحهم على بعض وكل واحد باشارته اتش داخله في السالف وهنا هو اعمل دخلهم كلهم سالب بحكم ان ها هو نيجات الفيد باك و طبعا سيرائي الإشارة جوه في اتش وان سالب ثم اخروجت بالموجب اتش تو كانت موجب فبنص بقبل السالب عشان نبقى سالب و سالب بالموجب اتش سري كانت باياه في السالب فاتش به خصوص adventure ومع النيجات الفيد باك في الاخير تدين ايه سالب وقدر اخد الكل فهو عبارة عن feedback system عبارة عن الوبلوب على واحد زائد ال close دلو فبقى G1 G2 G3 على واحد زائد G1 G2 G3 طبعا مع السيستم ده كله مضروف فيه وبالتالي قدر يحصل على overall transfer function بتاع السيستم زي ما احنا شايفين لها اكتر من فكر انا قدر احصل على السبسيستم الاولاني اخد معاه فيدباك مع H1 وبالتالي قدر اطلع transfer function بتاعته اخدها مع H2 كفيدباك واخد خارجهم كله مع H3 كفيدباك وقدر اطلع overall transfer function للسيستم كله قال لك بفكر ثاني بحكم ان هم متوصلين على summoning points ومفيش بينهم transfer function فبالتالي انا اقدر احطهم كلهم على نفس summoning points وبالتالي اقدر اجمحهم كلهم على بعض واخد اخدهم كلهم في system واحد هو عبارة عن open loop على واحد زائد closed loop وبالتالي عايزين بقى نreduce system اللي انا شايفينه ده هو single transfer function احد الطرق برضه طبعا اخدناها قبل كده انت ممكن تاخد system ده تجيب له transfer function بتاعته على واحد زائد closed loop كفيدباك system يعني وبرضو تقدر تبص هنا بالشكل ده تقدر تقول لي والله ده انا دكتور انا ممكن احرك برضو السمن ببونت دي اجيبها هنا وبعندي g1 of s بg2 of s الاثنين مضربون في بعض انسيريز وبرضو حد تاني يقول لي تاب ما عندي بي تلاتة هنا وعندي برضو النوطة دي ما نقدر احرك بي تلاتة دي كبينش اوف بوينت اجيبها عندي بي اربعة بس هراعي ان انا لازم اقوم في اللوف ده اسمه على g2 of s ازاي ممكن تسامل النقطة دات مسلا اكس هو يبقى اكس وانت عايز تحرك اكس دي تجيبها هنا معناها ان اكس مضروف في بي تلاتة وراعي ان بي اربعة هي عبارة عن بي تلاتة وف اس مضروف في g2 of s فانا انا اجبتوا النقطة ديت هنا بي اربعة ما اتغيرتش اه لكن النقطة دي هتطلع هنا وتجيبها فيدباك هنا واخد بالي ان النقطة دي كتت عبارة عن بي تلاتة لكن لما جبتها هنا كتت عبارة عن بي تلاتة في g2 فلابد ادرب في كموة ده لجي تو فلابد ادرب هنا فوق فيه واحد على g2 of s زي ما اخدنا قبل كده بالزبط حلم يبقى اكده ادرب بردو حركت حركت GuruBund هنا اكد احد بردو الحلول اداريتحركت souba هنا اجبها هنا بس الراعي ان النقطة دي استفضل نقطة متأكدها trashi kV4 متأكدها اكدها بي تلاتة وف اس مضروف جي تو او اس لكن اللوب الي فوق كانتها نطف تغيره لاني كان يبقى من ا TFinge v3 of s بقت بي تلاتة مضروف جي توو لا دي العدل ضائع جي تو فلابد ادرب فوق عبر على جي تو Velogumbling وبالتالي لو رحنا هنا هنلاقيه خاد الفيدباك سيستم للسيستم ده وبدأ اهو جاب لي هنا التيكوف بوينت ام جايفه هنا شوف عمل ايه لقى فيها اربعة زمهية فموتها ما تغيركش لكن اللوغ اللي فوق لابد اضرب في واحد على جي تو اف اس عشان اضيع الجي تو لان النوطة دي كانت كموتها في تلاتة اف اس لما جبتها هنا بقى كموتها في تلاتة اف اس في جي تو اف اس حالك نعم طيب احتدك في وابد بقى نعم وجبت سيستمت بجي تو اف اس حلو جده طيب يبقى انه عند النوطة دي اهي ده عبارة عن با 4 مطروفه واحد صح ومجموعه على اللي جاي من هنا اللي هو واحد على جي تو اف اس لازله قد اقوله ده يبقى عبارة عن ايه عبارة با سيستمصر صح يوت با 4 برا مشتراك وتقول له هو با 1 زائد 1 على جي تو اف اس فأتي معلل سهلة جدا وبالتالي이 CyMD تحت finished جاهز خالص إننا أجيب medical transfer function واللي يخرج منه أ Hilf virgin transfer function و أجيبلك الapsed to transfer function وفي الأخير سيجد كله كـ Open Loop Control System الحاصل عشان سيطلع بقى يعني Over All Transfer Function عبارة عن إيه؟ عبارة عن Transfer Function بتاع السيستم الأولاني في Transfer Function بتاع السب سيستم الثاني في Transfer Function بتاع السب سيستم الثاني وبالتالي Over All Transfer Function عبارة عن حاصل ضرب كل الـ Transfer Functions وبعض زي ما نرى بالشكل ده